استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية التي تسعى لاستهداف رجال قوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة تمكنت إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الكامين وقد تبدلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مقتل العنصر الإرهابي والعثور بحوزته على حزام الناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح ألي وأربع خزاء خاصة به ومئة واثنتين عشر طلقة من ذات العيار هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق